أعربت الجمهورية اليمنية عن تعاطفها مع جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت مناطق في جنوب غرب البلاد وأدت إلى مقتل مئات الأشخاص وإجلاء عشرات الآلاف وإحداث أضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة وعبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص تعازيها ومؤساتها إلى حكومة وشعب باكستان وإلى أهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين ترجمة نانسي قنقر